تشهد مدينة الموصل وباقي مناطق محافظة نينوى أزمة مستمرة في المشتقات النفطية بدأت منذ أشهر وعادت لتتفاقم من جديد حيث يكاد يندر وجود مادة البنزين ومادة النفط الأبيض ووقود المولدات في محطات توزيع الوقود الأهلية ولا أدل على تلك الأزمة من وقوف سكان المحافظة يوميا في طوابير لساعات طويلة أملا في التزود ببضع لترات في بلد يعد النفط المصدر الرئيس لوارداته السنوية معاناة سكان الموصل من جراء نقص الوقود تتكرر بين فترة وأخرى إذ عبروا عن غضبهم من تفاقم الأزمة مطالبين بوضع حد لنقص الوقود الذي يأتي في مقدمة أسبابه تهريب المشتقات النفطية المنظم من قبل متنفذين بهدف بيعها بسعر باهض في السوق السوداء وفق ما كشفت مصادر في المحافظة ورغم إجماع السكان ومسؤولين في المحافظة على سبب الأزمة الرئيس إلا أن مدير المشتقات النفطية معاذ النعامي رفض الحديث لوسائل الإعلام بشأن مسببات الأزمة كما امتنع عن تبرير أسباب استمرارها رغم زيادة حصة المحافظة من الوقود هو الحال نفسه بالنسبة لمحافظ نينوى نجم الجبوري الذي وصف ناشطون تصريحاته التي جاءت بصيغة التساؤل وكأنه ليس على رأس هرم السلطة في المحافظة نحن نرى باعة من تشريم في كل مكان من عندهم يجيبون أكيد هناك منافذ تصل لهم هذه المادة مجلس محافظة نينوى قرر قبل نحو نصف عام العمل بنظام الزوجي والفردي إجراء وصفه مواطنون بأنه ترقيعي ولا يعد حلا دائما لأزمة المحروقات ومع حلول فصل الشتاء البارد بدأت أزمة النفط الأبيض ومادة الجاز لتصل إلى ذروتها اليوم شكرا